الآن سيكون المتخب الوطني على موعدين مع تاني مواجهة له برسم تصفية كأس أمم إفريقيا المزمع إجراؤها 2017 بالقابون إذن المتخب الوطني سيكون على موعدين مع مبارتها تانية أمام منتخب لزوتو ولمعرفة الأجواء السائدة هناك يلتح معنا على المباشر موفى التلفزيون النهار إلى مدينة مصيرو هذه هي العاصمة التي ستحتضن لقاء الخضر وزميل كمال مهوي أهلا وسهلا بك كمال صباح الخير زميل عمر تحية رياضية من فندق قليز التصال مقر إقامة المنتخب الوطني الأنف اللاعبون الآن داخل غرفهم بعدما تناولوا وجبات للفاتور كانت خفيفة وأيضا الاجتماع الفني والكل عازم على العودة بنتيجة إيجابية والفوز ربما لا غير الفوز كان هذا هو كلام الناخب الوطني كريسيان غوركو والذي حفز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية وأكثر من ذلك بالأداء والنتيجة على أن يكون الأداء مقرعا وكل اللاعبين وكل الأجواء بينهم حماسية وإن شاء الله سيكونون في الموائف زميل كمال لو تحديثنا عن التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراة اليوم نعم بالنسبة للتشكيلة الأساسية هي نفسها التي أعلننا عنها ليلة الأمس في حراسة المرمى أزدين دوخ على الجهة اليمنى مهدي زفان على الجهة اليسرى فوزي غلام في محور الدفاع كل من عيسى ماندي والقائد كارل مجاني في وسط الميدان الدفاعي سيكون هناك كل من سفير طيدر والوجه الدديد ووليد مسلوب على الجهة اليمنى رياد بودبوز وعلى الجهة اليسرى رياد محرز في حين سيكون في الهجوم كل من يسين إبراهيمي وأيضا إسلام مسلماني هذه هي التشكيلة التي سيدخل بها الناخب الوطني لقاء اليوم ضد منتخب ليزوتو زميلي كامال هل شكرت هذه المباراة حدثا في العاصمة مصيرو الأجواء في مصيرو هنا بالأمس والأيام الفريطة لا شيء كان يوحي أن هناك مباراة في كرة القدم للمنتخب الوطني خاصة أن الشعب ليزوتو ليس له ميولات كروية كثيرة لكن صباحة اليوم هناك بعض التحركات من الأنصار عن طريق ارتداء ملابس المنتخب الوطني والأقمس وأيضا بعد الوشاحات وأيضا الجمهور الجزائري هناك بعض الأنصار مناصرين قادموا من جنوب إفريقيا مناصرين هنا من لزوتو وأيضا المناصر الذي تنقل من الجزائر صنعوا بعض الأجواء أمام الملعب لكنها ليست بالكثيرة غير أن أخبار الوالدة من الملعب تؤكد أن هناك مستثمر ورجل أعمال كبير هنا في لزوتو اشترى مجموعة كبيرة من التذكر وسوى وزؤها بالمجان على الأنصار على أنهم يملؤون الملعب لكن على الأموم الأخبار تؤكد أنه سيكون هناك حوالي عشرة ألاف إلى خمسة عشر مناصر لن يصنعوا ضغطا كبيرا هم مسلمون وحتى الملعب لن يكون بالضغط الممارس على اللعب شكرا لك زميلي كمال كنت معنا على المباشر من لزوتو